بيعاني من تدعيات الإصابة بالفيروس والتدعيات دي في بعض الحالات وخصوصا مع الأشخاص الرياضيين اللي عايبة بتبزل المجهود أو بتحتاج أنها معدلات مجهودة تكون أعلى شوية ممكن تدعياتها تأثر عليهم بشكل سلبي عشان كده الجهاز الطبي قرر أن يدي كوكا راحة سلبية لمدة شهر ونص فرق إن شاء الله اتمرنت النهاردة بكرة هتكون راحة بناء على قرار مستر مسلماني وبعد كده ترجع يوم لاتنين إن شاء الله عشان ترجع للتمرينات مرة تانية إن شاء الله استعدادا لمواجهة الخميس اللي جاي اللي هتجمعنا بسموحة مصر تتراجع في تصنيف الفيفا بعد انتهاء دور المجموعات المنتخب المصر يتراجع في تصنيف الفيفا اللي بيتم تحديثه بشكل يومي أثناء طبعا مشاركته في بطولة أمم أفريقيا وأصبح في المركز 46 بعد ما كان في المركز 45 كمان منتخب الجزائر اللي قدم عروض سيئة جدا في البطولة تراجع قدة العروض دي تعادلين خسارة لا خسارتين وتعادل قدوا لتراجع ترتيب الجزائر 11 مركز بعد ما كان في المركز 29 تراجع ترتيبه للمركز 40 وطبعا يمكن فوز نيجيريا على مصر هو اللي أخرنا إلى حد ما في ترتيب ده العالمي لكن ما أعتقد شايف رئي معنا كتير يعني الـ 45 من الـ 46 أنا بتهايلي أن احنا وصلنا في 2010 كنا التاسع على العالم تاسع على العالم يعني مصر كانت من العشرة الكبار في العالم ايه التراجع العنيف ده فيه ليه أسبابه طبعا يعني فيه أسبابه المنطقية والمعروفة الهزة اللي حصلت للدولة كلها حالة الاتباك والسيولة وعدم وضوح المشهد اللي استمر يمكن لتلات اربع سنين من 2010 ل2013 لكن في النهاية أعتقد كان عندنا وقت كبير جدا يعني نرجع يعني من فترة طويلة جدا كان ممكن نرجع وصلنا الهائي أمم أفريقيا وصلنا الكاس العالم كان يفوت نبني عليه بدل ما احنا بنعاني وبنعافر وحاسين من كل مواجهة صعبة وكل منتخب يتقلق اسمه نبقى حاطين ايدنا على قلبنا وكل مواجهة شايلين همها كان ممكن جدا جدا ناخد طريق وناخد مصار مختلف تماما